أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة بداية أشكر كل الأشخاص المتفاعلين مع القناة الذين دائماً وأبداً يدعمون هذه القناة دائماً عن طريق اللايك وعن طريق الكومنت وعن طريق الشير جزيل الشكر مني لكم جميعاً واحداً بواحد إذن في حلقتنا لهذا اليوم عندنا منصة نوعاً ما غير معروفة لدى العرب بينما هي منصة رائعة جداً أنا شخصياً لم أكن أعرفها اكتشفتها عن طريق الصدفة اكتشفتها وأنا أقوم وأنا أحاول يعني وضع برامج ذكات صناعية مفتوحة المصدر على منصة خاصة أنا هذا هو الذي أعمل عليه شخصياً أعمل أو حالياً أعمل على جعل منصات الذكات صناعية مفتوحة المصدر على سيرفوراتنا الخاصة هكذا يعني نتحكم تحكم كامل يعني في الداتا وفي كل شيء على سيرفوراتنا الخاصة هكذا تكون مملوكة لنا نحن أعضاء هذه القناة طبعاً وجهتني الكثير من المشاكل صراحة والتحديات من بين أبرز التحديات التي وجهتني وخاصة مع نماذج الذكات الصناعية لتوليد الصور كما قلت من بين التحديات أن جي بيو أو المعالجات الافتراضية باغذة الثمن فبالتالي لكي نجعل ذكات صناعية أونلاين يعني 100% على منصة أونلاين يعني وهو أوبن سورس يعني فنحن نحتاج بالضرورة إلى جي بيو على معالجات يعني وكروت شاشة وطبعاً ثمنها جد مرتفع لأننا نريدها unlimited وفي نفس الوقت نريدها بأقصى استفادة فبالتالي طبعاً سوف أرى كيف سوف أقوم بحل حالة المشكلة يعني هناك حول صراحة ضرقية مثلاً أن نجعلها على الكولاب أن نشغلها عن طريق الكولاب النسخة المجانية ولكن يعني إذا كنا سوف نقوم بذلك مباشرة نجعلها على الكولاب لماذا سوف نقوم بإنشاء منصة المهم أنا سوف أعمل وسوف أطلعكم بآخر المستجدات وإن وصلنا في إنتاج هذه المنصة على الإنستغرام في الإنستغرام سوف أحاول أن أضع ريالات يعني أينما أو متى ما كان هناك تحديث جديد بخصوصة الأمر المهم هذا موضوع آخر نتركه على جنب كما قلت وأنا أحاول يعني البحث أتعمق في موضوع يعني الموضوع الخاص بالذكاء الصناعي أوبن سورس ماذا وجدت؟ وجدتم منصة لا أقول عنها غير معروفة لا هي معروفة ولكن لدى العرب أو على اليوتيوب أو بين يعني هؤلاء الأشخاص الذين يشغلونها أونلاين فهي غير معروفة نسبيا مع الإلم أنها منصة قوية جدا وتضم جميع لا أقول جميع صراحة على الأقل يعني تضم جميع نماذج التشات المفتوحة المصدر ولكن بالنسبة لتوليد الصور لنماذج توليد الصور عن تريق ذكاء الصناعي فيتضم فقط نموذج يعني الستابل ديفيجن الذي هو طبعا نحن أدنا نسخة منه قمنا بمشاركته على طول الشهور الماضية وهي الفوكس على الكولاب الآن يمكنكم استعمالها بطريقة أخرى وعلى يعني نظام آخر على هذه المنصة التي سوف أشارك معكم طبعا سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف بمجرد دخول له سوف تقومون أو تظهر لكم هذه الصباحة تقومون بإنشاء الحساب عن طريق جوجل أو عن طريق الإيميل كما شئتم إذن سوف تظهر لك هذه الواجهة بشكل مباشر قبل ذلك قبل ذلك هناك مرحلة مهمة جدا أن تقوموا بالملئها لكي تستفيدوا من الفري دعني فقط تتأكد من نعم يقول لك complete your profile to receive your API key and $5 and free credit طبعا هنا يقول لك أملئ أو قم بملء هذه الـ setup الموجودة هنا وسوف تحصلوا على الـ API key هذا الـ API التي نحتاجه في كثير من الأمور التي سوف نراها إن شاء الله في المستقبل خاصة مع حلقات التدوين ثم ماذا عندنا؟ عندنا أيضا هذه الخمسة دولار التي تضاف إلى الكريديد طبعا هل منصة مجانية؟ لا المنصة ليست مجانية لكن نتفق لماذا المنصة ليست مجانية؟ ببساطة شديدة لأنني الآن أصبحت أعرف الأمور جيدا النماذج المستعملة فيها مجانية open source ولكن المنصة نفسها ليست مجانية لماذا؟ لأن في الخفاء هناك معالجات افتيراضية وقروت شاشة افتيراضية جد مكلفة فبالتالي لا يمكن أن تكون المنصة مجانية لابد أن يكون هناك دعم يعني من نوع ما طبعا نحن كيف سوف نستفيد منها؟ أولا نستفيد لن نخاف من الطرف الثالث لأن الأدوات جميع فنرى طبعا هناك أكثر من 100 موضلز خاص بذكات صناعية تكلمون عن تشات وليس عن توليد الصور توليد الصور هناك نموذج واحد فقط وهو stop division لكن تشات فيه أكثر يعني من 9 أو من 90 نموذج طبعا سوف نرى كل هذا التفاصيل أو كل هذه الأمور سوف نرى بشكل مفصل بعد قليل الآن فقط ركز مع كلامي لكي تعرف النقطة بالذبط التي أريدك أن تستفيد منها إذن هذه النماذج أو الموضلز فهي for free لماذا for free؟ لأنها open source هذه نقطة انتهاء المنصة هل سوف نستعملها بشكل مجاني؟ لا لماذا لا؟ لأن كما قلت المنصة تحتاج إلى يعني كيف أقول تحتاج إلى تغطية بعض التكاليف التي يعني لكي تشغل لك هذه الأدوات بالرغم أنها for free هذه نقطة هل نحن سوف ندفع للمنصة؟ طبعا لا ندفع بل سوف نعتمد على إنشاء الحساب في كل مرة ينتهي الكريديت طبعا متى ينتهي الكريديت أنا جربت المنصة جربتها البارحة واليوم يعني اشتغلت بها باشتغال عميق جدا لم ينتهي الكريديت لم ينتهي بل عندما دخلت لديتيز ماذا وجدت؟ وجدت أنني قد استهلكت فقط جزء ما للم أنني اشتغلت بها اشتغال قوي حسنا الآن سوف نكمل هذه المعلومات أو نمر هذه المعلومات طبعا يوزرنايم تقوم بإدخال أي يوزرنايم شئت هنا كمباني كذلك أي اسم قوم بإدخاله هنا ليس مهم لديك مع nước سوف تتطيع مع很多 الأعلى كمبليت مبروك إستغلاء الأدعاء للخدمات التطوير أعرف أنه ليس الكليا يستطيعوا أو يعرف كيف يستفيدوا منه ولكن كما قلت هناك حلقات من قديمة لا بد أن نتطرق لها وطبعا هذه الفايف دولار التي أعطونا إياها في الكريديت إذا نضغط على Get Started ثم هذه الوجهة البسيطة جدا والرائعة جدا إذن نبدأ بأول شيء بالشات نبدأ بالشات إذن هذا تشات هنا انظر كم فيه فيه كما قلت عدد كبير جدا من المودلز كلها Open Source كلها مفتوحة المصدر بل سوف نجد بعضها بآخر نسخة موجودة تخيل بآخر نسخة موجودة طبعا نتكلم هنا عن اللاما أو الميتا لاما التي هي نسخة تيربو يعني هذه آخر نسخة موجودة تخيل تستفيد منها وطبعا عندك يعني يمكنك سوف تجد هنا مجموعة من يعني من السيتنج التي سوف تساعدك مثلا في الموديفكيشن System Prompt هنا طبعا تقوم باختيار هل تريد Open Chat Kit هل تريد Customer Support Agent Email Writing إلى آخره يعني عندك إمكانية ثم ماذا عندنا كذلك؟ طبعا نذهب إلى الـ Parameters ثم بعد ذلك Output Output يعني المخرجات كم نريد من Character هل نريد من خمسمائة وإثنى عشر يعني يمكننا توليد مقال طويل جدا أو بمعنى آخر يمكننا توليد حتى يمكننا توليد كتاب لكتاب يفو فقط يعني قوة هذه المنصة في الـ Settings طبعا هناك بعض التفاصيل الأخرى لا دعي لذكرها أكترككم أنتم تقومون باكتشافها هذا الشيء الأول الشيء الثاني طبعا الاشتغال نسيت طريقة الاشتغال بسيطة جدا تقوم بكتابات له مثلا هنا سوف أكتب له باللغة هكذا بالدرج للمغربية مثلا هذا آخر موديل من اللاما انظر فهم لوحده ورد علي وعليكم السلام لنا لوحده لكي تعرفوا السرعة واستجابة وفي نفس الوقت القوة هناك هذه الموديلز أنصحكم أن تقوموا بالبحث عنها واحدا بواحد لأن هناك بعض الموديلز مختصة فقط في الكودينج يعني في البرمجة برمجة المواقع التطبيقات والأدوات هناك نماذج موديلز خاصة فقط بـ ترطيك فقط معلومات علمية فقط أشياء علمية مدققة هناك موديلز متور للبحث داخل الويب يعني هناك أنواع كثيرة جدا من الموديلز أن ترككم أنتم تقومون بالبحث عنها واكتشافها وطبعا سريعة جدا ماذا عندنا كذلك؟ نأتي إلى هنا وعندنا هذه اللانجووج طبعا اللانجووج كذلك فيها مجموعة من الموديلز كما تلاحظ طبعا هذه تختص ربما في الكتابة الكتوب في ديسكريبشن أي شيء له علاقة باللانجووج ثم ماذا عندنا كذلك؟ عندنا هذه التي تهمنا كذلك وهي image حيث نستطيع أن نقوم بعمل generationless صور طبعا عندنا negative prompt هذه السيتنين الموجودة عندنا negative prompt وعندنا كذلك إمكانية أن نعطيه صورة ولكن هنا على ما يبدو describe what you want include the image حسنا هنا لا أدري ربما في الـ نعم تشتغل هذا الذي كنت أريد أن أقول تشتغل إذن هنا عندنا أول شيء يمكننا أن نعطيه صورة ونقول له مثلا في description أو في prompt قوم بإعطائي نفس للصورة مثلا أو نعطيه صورة ونقول له قوم بعمل مثل الطريقة التي نقوم في chat GPT طبعا لا تكون بنفس قوة chat GPT ولكن تبقى بالغرض في بعض الأحيان المهم هذه الأوبشن متاحة ومتوفرة negative prompt تكلمنا هنا result كم عدد الصور التي نريد يعني output نتركها مثلا واحدة ثم طبعا هذه demotions طبعا محدودة في شكل مربع ليس شكل مربع ولكن ماكسيموم هذا ما يمكنه ما يمكنه من قيام به شكل مربع طبعا هي في بالغرض في جميع الأحوال هي في بالغرض طبعا يمكن التعديل على demotions يعني بهذا الشكل نجعله مثلا يعني مثلا 1020 مثلا في 710 أو 705 مثلا قد تفي بالغرض المهم على حسب أنت وطبعا ليس هناك يعني fold صراحة ليس هناك تعديل كامل على مستوى demotions ولكن يعني stable division هذا الذي يوجد وفي الأخير عندنا steps يعني كم عدد التعقيد الذي نريده في الصورة وعندنا seed كذلك نفس الشيء كم عدد يعني details التي نريده في الصورة طبعا كما قلت لاحظ عندنا فقط موضل واحد يعني في توليد الصور عاكس عاكس وعاكس في language هنا في image يعني في توليد الصور عندنا فقط موضل واحد وهو stable division XL 1.0 هو نفسه الذي عندنا في نسخة focus النسخة الخامسة لا عفوه النسخة الرابعة إذن هذا كل ما في الأمر يمكن تجربة أو نقوم بعمل مثال لكي تتأكد من الأمر طبعا سوف نقوم بتوليد صور قابل للتلوين أعطيته prompt بسيط جدا يعني تعاملت ذلك لكي نرى بالدبط قوته قلت له coloring page for kids cute dog kawaii وسوف نرى سوف ترون معي خاصة الذين يشتغلون بالفوكس سوف ترون أنه نفسه نفس الفوكس طبعا السرعة وكذا تختلف ولكن النتيجة إذا لاحظتم نفسها دائما نفس الأخطاء إذا لاحظتم الأرجول غير مكتملا تماما مثل الفوكس في النسخة الرابعة طبعا سوف أطلب منه أن يولد لي مثلا كم مثلا أربعة صور وسوف نرى قد على القلاب بل يعتمدون على على ما يبدو على يعني معالجات افتراضية أخرى يعني خارجية ليست الخاصة بالقلاب نيائيا ولكن على ما يبدو أنها سريعة نسبيا طبعا خاصة أننا أعطيناه هنا في السيد أقصى ما يمكن إذا لاحظ هذه النتيجة دائما سوف ترون أن الصور مع كامل أسف في النسخة الرابعة ليست دقيقة يمكنكم لو أخذنا هذه الصورة كمثال دعونا نقوم بتحميلها وسوف نرى لاحظ دائما سوف تلاحظ أن هناك بعض الأخطاء في الأرجل هذا هو الفوكس أربعة بالضبط نفس يعني لأنه نفسه نفس الموضل نفس ما يوجد هنا يوجد يعني في الموضل الآخر نفس الشيء أتمنى فعل أن يقوم بتطويرها وتحسينها طبعا في الفوكس خمسة لا يوجد هذا المشكل يوجد ولكن بدرجات يعني منخفضة مقارنة مع النسخة الرابعة لاحظ أخطاء كثيرة صراحة لا تشجع وحذاري من هذه الأخطاء بالمناسبة يعني هنا لابد نقول هذا الكلام لأنه مجد مهم حذاري من هذه الأخطاء هذه الأخطاء يعني في أمازون كيدي بي قد تتسبب في غلق الحساب مباشرة لأن الكتب موجهة للأطفال ومثل هذه التشوهات للأطفال لا يجوز هذا كل ما كذلك في هذه الحلقة شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء